السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مهندس محمد يوسف من HX engineers في الفيديو دود بنبدأ مع بعض رحلتنا في مادة physics 172 خلال شابتر 1 هنبدأ نتعرف مع بعض على كميات الفيزيائية وهنبدأ نعرف يعني كمية فيزيائية قياسية scalar quantity أو كمية فيزيائية متجهة vector quantity هنبدأ نشوف الفرق ما بينهم وازاي اقدر احصل على scalar مثلا من vector وما الى ذلك كذلك هنتعرف مع بعض على بعض الكميات الفيزيائية الضرورية في modern physics بشكل عام زي position velocity هنبدأ نشوف مع بعض يعني ايه momentum ازاي اقدر احسابه ايه شكل الاسئلة اللي ممكن تجيلي بيسألني في momentum هنبدأ نشوف مع بعض force تأثيرات force ازاي حسب الnet force اللي هي القوة الكلية او الكوى المؤثرة بشكل عام ازاي اقدر استخرج مثلا اعطيني vector بيعبر عن force او بيعبر عن momentum ازاي اقدر من هذا vector تحصل على scalar او هنعرف اسمه تاني ألا وهو المجنيتيود هنبدأ نتعرف على بعض اليونتس المهمة لكل كمية فيزيائية من الكميات اللي احنا كلمنا عليها حتى الآن وكذلك كميات أخرى كل ده هنشوفه ان شاء الله خلال الفيديوهات اللي جاية شابتر 1 شابتر لزيز مهم بيزيكس هشوفكم على خير ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية لو وجهك أي مشكلة أو أي سؤال أو أي اقتراح ما تنسي اشتباعاتلي على رقمي اللي موجود على الشمال هنا هو او رقم المعهد الموجود علمي اشوفكم على خير السلام عليكم